أريد أن أختم معك بما يجري في سوريا وأنت طبعا ابن سوريا والمطلع على ما يجري هناك يبنى شيء على التظاهرات المتجددة؟ نعم سأقول لك نقطة صغيرة وهي كبيرة جدا قيام أهلنا في السويداء أو في الساحل السوري بمظاهرات ضد النظام أو حتى في مناطق المسيحيين في سوريا بمظاهرات سلمية ضد النظام ورفع أصواتهم بإسقاط بشار الأسد هذا كأنه صواريخ ودبابات تصدر تجاه بشار الأسد لهذا السبب لهذه الدرجة نعم هذا موضوع لا أحد يستخف فيه لأن أصلا النظام ما في مبالغة بشار الأسد لا لا النظام يسوق نفسه على أنه حامل أقليات وحامل التنوع في سوريا وحين تصدر هذه الجمل من الأقليات في سوريا فهذا يعني على أن هذا الرجل يضحي بالجميع من أجل كرسيه فقط وهي علامة جيدة وتعني أن الخلاص من النظام قد يكون من داخل النظام أيضا ما الذي يخشاه بشار الأسد ونظامه مما يجري الآن بشار الأسد لا يخشى المجابهة العسكرية دائما يخشى المجابهة السياسية وهذه المجابهة السياسية هي الأخصى من داخل النظام يعني حاليا شوف بس هذه ليست أول مرة تخرج الظاهرات في السويداء تحديدا المظاهرات سابقا في السويداء كانت مظاهرات مناطقية لكن حاليا هي مظاهرات عامة وتنادي بإسقاط بشار الأسد يعني كل أهالي السويداء حاليا يندون متى تتحول هذه المظاهرات إلى علامات أعلى حين يبدأ دعم هذه المظاهرات من المعارضة الخارجية ومن دول اللجوء السوريين الذين يدعمون هذه المظاهرات ويدعمونها بالإعلام ويدعمونها بالدعم المالي والدعم السياسي وغيرهم حتى الآن لم نصل إلى هذا المستوى لكن إذا وصلنا إلى هذا المستوى خلال الأيام القادمة ولم تخذل هذه الإجراءات نعم أنا أتوقع أن يبنى عليها شيء كثير خلال المرحل القادم مشاركة رجال دين دروز بهذه التظاهرات ورفعوا على الأكتاف كما شاهدنا نعم نعم هذه المظاهرات يعني بعثوا رسائل لإدلب بعثوا رسائل للشمال بعثوا رسائل لدير الزور لمناطق أخرى هذا كلام مهم ومخلق للنظام والنظام سيحتار كيف سيتعامل معه لأنه لم يتحضر لهذه الأمور التوقيت مهم في مرحلة التطبيع مع النظام تأتي ثغرة جديدة في هذا التطبيع العربي مع النظام ويقول لهم النظام المجرم الذي تطبعون معه حاضنته الموجودة تحت سيطرته التي تقوم عليه حاليا هل هذا المسار يمكن أن يؤدي إلى إحداث تغيير في الداخل السوري؟ نعم أنا وذكرت هنا عدة مرات إضعاف كل القوى في الملف السوري من أجل تحريك انقلاب من داخل النظام وهذا سيحصل أجلا أم عاجلا يعني هذا بشار الأسد سيدفع ثمن هذه الدماء البريئة إن لم يكن الآن فقريبا كيف يعني انقلاب؟ انقلاب من داخل نعم مع وجود الإيراني والروس مع وجود روسيا مع وجود كل الدنيا سيتم الانقلاب على هذا النظام من الداخل لأن هناك فئة لن تضحي من نفسها من أجل بشار الأسد انقلاب عسكري؟ عسكري وأمني وسياسي بكل ما تتحدث عنه حتى مع وجود قوات خارجية؟ حتى مع وجود قوات خارجية يعني لا تستغرب أي شيء حتى مع وجود أصلا واحد من أسباب مشاكل السويدة حاليا نصف مظاهرات السويدة لا تنتقد بشار الأسد تنتقد الدور الإيراني وتهاجم الدور الإيراني في الساحل الضابط العلوي الذي كان معززا خلال السنوات السابقة بات يعمل شفير تاكسي عند الضابط الروسي هؤلاء لن يسكتوا على هذه الأمور لهذا السبب نعم أنا أعول على هذه الأمور وأعتبرها مهمة جدا شكرا جزيلا وجودك معنا المختص بالشأن التركي أحمد حسن شرفتناك العادة في التاسع شكرا لكم مشاهدين الكرام أتركوا تعليقاتكم على محتوى هذه الحلقة أسفل رابط الحلقة على يوتيوب القناة التاسعة سيديو التاسعة بالتحديد نعتز ونسعد دائما بتفاعلكم معنا شكرا لكم دمتم في أمان الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة